هذا هو الحي اليهودي في الموصل القديم يقع هذا الحي بجانب شارع الفاروق في المدينة مثنى فاضل مواطن مصلي يعرف المدينة تمام المعرفة فقد قضى حياته كلها فيها يعرف بيوت اليهود بيتا بيتا ففي طفولته كان يتردد كل يوم على هذه المحلات التي كانت في السابق مملوكة لليهود انا قريبا من منطقة اليهود منطقة الشيخ فتحي فكنا نجتمع لا كانا كويدا ولا كوشي فيسولفونا أبهاتنا واجدادنا على هذه المنطقة ونحن قريبين عليها لأنه كانوا حتى بقاقيل أنهما يهود يتعاملوا وياما يتعاملون وياما عادي كان جبني يعني أصغر يعني ولا كبر فيحكونا هذا بيت هذا المدرسة ما قالتهم كان ناس متعيشوية ناس ما حد يعني وهي البيوتات الشهيدة عليهم والنقوشات ما لاتوا منية حد الآن لنشوفوها قدام بيتكم اللي بقى طبعا حفر اليهود كل كتاباتهم على أحجار المرمر في الموصل الكتابات هي باللغة العبرية وهي مؤلفة من رموز خاصة كان الموصليون يستخدمون أحجار المرمر لتزيين بيوتهم منذ مئات السنين أنا مثلا عندهم مكان صلاة خاصة بهم لأنه قد يعني يصلي أكو بالجامع أكو بالكنيسة أكو بالأي فهم لهم لا تقدروا يعني يصلون بيها صلاتهم اللي هم يعني يعرفون بيها وكل البيوتات في يعني البيوتات اليهود بيها جوامع صوامع بيها كذلك يسموها صوامعية ويكتبون عليها حالة في الجامع كهيات وهي فهي كتابتهم اللي هم يعني هاي بالعبري سالم الحلاق من أهالي حي النبي جرجيس في الموصل يتجاوز عمره خمس وثمانين سنة وهو لا يزال يمارس مهنته لديه ذكريات طفولة مع اليهود ابتاع كثيرا من الحلويات والعاب الأطفال من محلات اليهود ما الله أنا كنت ولد معني ما يعني ما هرقد يعني أنا كنت روح السري منهم دكيكين وملي هاي ولا زال هال ساعتان ياري من المحلات اليهود دكيكين معني مصغار صغار 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 التجار كانوا التجار ويعفون أشران البهنة معلم أشران يعني يستفادون ويفيدون الناس هاي ساعتاني هاي ساعتاني موضوني هاي هي محلات اليهود يشموها يشموها محلات اليهود يمكن فوق خمشمئة مئة شتمئة مئة مئة مهدم يقشملنا وقشملنا لأنه والدولة بوكسر من العهد الملكي عصواهم حقها من النفط عصواهم حق البيوت من لي اللي ما لسم ولكن أبائهم وأجدادهم لهم وهش عليها لانا استغبوا بيها استغبوا بهذه البلد وما مرسوني بالموصل بالبغدار بالبصر بالربي هذه واحدة من المدارس اليهودية في الموصل درس فيها المئات من أولاد اليهود وتعلموا في القرن التاسع عشر كانت المدرسة تعلم الدروسة الدينية اليهودية في الغالب شهدت المدرسة على مساحة 1300 متر مربع وبعد رحيل اليهود أصبحت ملكاً للحكومة العراقية وقد درس سالم الحلاق فيها فرسة مرعي مؤرخ كردي له العديد من المؤلفات عن حياة اليهود في غنين كردستان والعراق يذكر أن اليهود هم أول من سكنوا في الموصل القديمة كان اليهود في العراق كثيرين اليهود كانوا أكثر من المسيحيين عندما كان عدد سكان العراق أربعة ملايين نسمة كان اليهود 140 ألفاً منهم بينما المسيحيون فقد كانوا 120 ألفاً كان أغلب أعضاء غرفة تجارة بغداد من اليهود كان اليهود قريبين من شعة العراق وسنته كانوا أقوياء كان التعامل التجاري مع هونغ كونغ وأوروبا والصين كله بيد اليهود أغلبهم كانوا في بغداد وقليل في البصرة وقليل في الموصل الذين في الموصل كانوا يقطنون حي الأحمدية والموصل القديمة وحي النبي جرجيس ولم تكن علاقاتهم مع المسلمين سيئة لم تكن عندهم مشاكل كانوا دائماً يقيمون جنباً إلى جنب وتسمى أحياؤهم غيتو وكانت ضيقةً لم يكنوا يتدخلون في شؤون أحد ولا يثيرون المشاكل تشير إحصائية للدولة العثمانية أجريت في العام 1917 إلى أن اليهود كانوا يشكلون أربعين بالبيئة من سكان العراقي حينها لكن بعد قيام دولة إسرائيل سنة 1948 زادت الخلافات والحملات التي استهدفت اليهود فاضطرت الغالبية العظمى منهم إلى الرحيل عن العراق والذهاب إلى إسرائيل